وقه الرئيس عبد الفتاح أسيسي بالتنسيق والتعاون ما بين جهة الاختصاص الوطنية ومصنع لكتو مصر لتطوير الطاقة الانتاجية المحلية من لبن الأطفال وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع الألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية فضلا عن سد فقوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وعدد من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة لاجتماع تناول منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلي حيث تم استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة لكتو مصر التي تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ويستخدم أحدث المعدات والتكنولوجيا العالمية المتخصصة في هذا المجال فضلا عن قيامه بإنتاج إغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءة الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التي تضمن جودتها وسلامتها